لم يختلف عام الفين وواحد وعشرين كثيرا عن مثيلاته التي مضت على العراقيين من احداث امنية مؤسفة في منتصف كانون الثاني من الفين وواحد وعشرين ارتفع غليان الشوارع في الناصرية في جمعة دامية بشهداء من المحتجين وعناصر قوات امنية حينها تعهد الكاظم بمحاسبة القتل وتعظيم سيادة القانون اما في ذيل الشهر الاول فقد كان لبغداد نصيب من الاسى ورائحة الدم بعد احداث ساحة الطيران في بغداد والتي خلفت اثنين وثلاثين شهيدا وعشرات الجرح في ذات الشهر احبط الامن الوطني مخططا لاستهداف امن كاركوك في عملية استباقية ونوعية سجل العراق نصرا جديدا في هذا العام بالقضاء على والي العراق ابو ياسر العيساوي وما يدعى بنائب الخليفة في التنظيم الارهابي يمر منتصف الشهر الثاني من الفين وواحد وعشرين لتضرب اربيل بثماني سواريخ توزعت بين محيط المطار ومنطقة سكنية وساحة لبيع الماشية اصيب فيها ثلاثة اشخاص استهداف قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ اثنان منها استهدفها الجناح العسكري الامني والتي اعلن حينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انها محاولة اعاقة لتقدم الحكومة واحراجها مع المجتمع الدولي في منتصف اذار استهدف مطار بغداد وتحديدا قاعدة فيكتوريا الامريكية بصواريخ الكاتيوشا التي كررت فصائل مسلحة خارجة على القانون ضربها للامن في العراق غير تلك الهجمات التي تكررت على محيط السفارة الامريكية والتي كانت منظومة سيرام لها بالمرصاد ولم يتوقف شلال الدنف العراق على يد سلاح خارجي او منفلت لكنه نزف ايضا بفعل نزاعات العشائر التي اشتعلت اكثرها في البصرة وكأنها حرب بين دولتين في حزيران ظهر صوت داعش الارهابي في مناطق زناعية في كردستان تماما كما هي مخططات حزب العمال الكردستاني ارتفعت حدة الهجمات الصاروخية لتصل الى حرب الطائرات المسيرة التي نشطت بوضوح داخل العراق عام الفين وواحد وعشرين والتي تكررت على مصالح امريكية وبعثات دبلوماسية في تموز الفاجع الاكثر قهرا بعد التفجير الارهابي في صلاح الدين مشهد تكرر في ديال منتصف تموز لغة الموت هنا حاضرة تنطقها خلايا نائمة لداعش كانت الهجمات متواترة على مناطق مختلفة فيما كان اكثرها خطرا تلك التي استهدفت منزل رئيس الوزراء في محاولة فاشلة لاغتياله من الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني اوطانا ولا تبني مستقبلا ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل افضل لكل عراقي من كردستان وحتى البصرة تجرع العراقيون سمى الاحداث الامنية التي يطالبون في الشوارع والساحات ان تنتهي وينتهي نصف الدم العراقي اشتركوا في القناة